توراة موسى سفر التكوين الفصل السامن والاربعون وحدث بعد هذه الامور انه قيل ليوسف هو ذا ابوك مريض فاخذ معه ابنيه منسة وافرايم فاخبر يعقوب وقيل له هو ذا ابنك يوسف قادم اليك فتشدد اسرائيل وجلس على السرير وقال يعقوب ليوسف الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في ارض كنعان وباركني وقال لي ها انا اجعلك مسمرا واكسرك واجعلك جمهورا من الامم واعطي نسلك هذه الارض من بعدك ملكا ابديا فالان ابناك المولودان لك في ارض مصرا قبل ما اتيت اليك الى مصرا هما لي افرايم ومنسا كرأبين وشمعون يكونان لي واما اولادك الذين تلدوا بعدهما فيكونون لك على اسم اخويهم يسمون في نصيبهم وانا حين جئت من فدان ماتت عندي راحيل في ارض كنعان في الطريق اذ بقيت مسافة من الارض حتى اتي الى افراتا فدفنتها هناك في طريق افراتا التي هي بيت لحم ورأى اسرائيل ابن يوسف فقال من هذان فقال يوسف لابيه هما ابناي الذان اعطاني الله هاهنا فقال قدمهما الي لاباركهما واما عينا اسرائيل فكانتا قد ثقلتا من الشيخوخ لا يقدر ان يبصرا فقربهما اليه فقبلهما واحتضنهما وقال اسرائيل يوسف لم اكن اظن اني ارى وجهك وهو ظ الله قد اراني نسلك ايضا ثم اخرجهما يوسف من بين ركبتيه وسجد امام وجهه الى الارض واخذ يوسف الاثنين افراين بيمينه عن يسار اسرائيل ومنس بيساره عن يمين اسرائيل وقربهما اليه فمد اسرائيل يمينه ووضعها على رأس افرايم وهو الصغير ويساره على رأس منسة وضع يديه بفتنة فان منسة كان البكرة وبارك يوسف وقال الله الذي سار امامه ابواي ابراهيم واسحاق الله الذي رعاني منذ وجود الى هذا اليوم الملاك الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين وليدعى عليهما اسمي واسم ابوي ابراهيم واسحاق وليكثر كثيرا في الارض فلما رأى يوسف ان اباه وضع يده اليمنى على رأس افرايم ساء ذلك في عينيه فامسك بيد ابيه لينقلها عن رأس افرايم الى رأس منسة وقال يوسف لابيه ليس هكذا يا ابي لان هذا هو البكر ضع يمينك على رأسه فابى ابوه وقال علمت يا ابني علمت هو ايضا يكون شعبا وهو ايضا يسير كبيرا ولكن اخاه الصغير يكون اكبرا منه ونسله يكون جمهورا من الامم وباركهما في ذلك اليوم قائلا بك يبارك اسرائيل قائلا يجعلك الله كافرايم وكمنسة فقدم افرايم على منسة وقال اسرائيل ليوسف ها انا اموت ولكن الله سيكون معكم ويردكم الى ارض ابائكم وانا قد وهبت لك سحما واحدا فوق اخوتك اخذته من يد الاموريين بسيفي وقوسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة